بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزائل وموسى في وفاة طبيب والدبلوماسي الدكتور سعيد شرف الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني وشار رئيس الجمهورية في البرقية إلى بناقب الفقيد الوطنية التي جسدها خلال مشوار حياته من خلال تقلده عددا من المناصب القيادية بينها وزيرا للصحة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا وسفير بلادنا لدى النمسا معبرا عن خالص التعازي وصادق المواسى بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكن فسيح جناته ويلهم أهل وذويها الصبر والسلوان